اهلا بحضرتكم مشاهدينا ونشر رياضي جديدة وهنتم ديها مع حضرتكم من عند اتحاد القرى الذي قرر اقامة مباريات دور الستاشر لبطولة كأس مصر بحضور الجماهير بينما تقام مباريات دور الاثنين وتلاتين بدون جمهور وهو ما تم اختار الاندية به خلال السعاد الاخيرة والحقيقة ان اصفرت قرعة بطولة كأس مصر في نسخة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين عن مباريات دور الاثنين وتلاتين واللي اقيمت بمقر الاتحاد المصري لخورة القدم بحضور مندوب الاندية وجاءت ابرز اللقاءات الزمالك مع بروكسي والاتحاد السكنداني مع استكا الحديد وفريق بيرمتز مع رايا والاهلي مع منتخب السويس والاسماعيلي مع فريق النجوم واتحاد الكرة حدد في وقت سابق موعد مبدئي لمباريات دور الاثنين وتلاتين لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة حيث تقام خلال الفترة من ستة الى اتناشر مايو الجاري كما حدد اتحاد الكرة موعد مبدئي لمباريات دور الستاشر لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة حيث تقام في الفترة ما بين خمسة وعشرين الى تلاتين مايو الجاري ونروح مع حضراتكم للكرة الطيرة والاهلي امام الزمالك في ثاني مباريات بلاي اوف نهائي كأس مصر للسيدات بيواجه فريق سيدات القرى الطيرة بنادي الاهلي نظير وقلق زمالك في تمام السامنة مساء اليوم بثاني مواجهات بلاي اوف نهائي كأس مصر للموسم المحلي عشرين اثنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وهتقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من اكتوبر الحياني قيمت المباراة الاولى في البلاي اوف امس الاسنين وانتهت بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجة تلاتة واحد وتحدد يوم اربع مايو للمواجهة الفاصلة في حال التعادل وفي حال فوز فريق النادي الاهلي في لقاء اليوم حيث بيمنح نظام البلاي اوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب وفي حال التعادل بيتم اللجوء لمباراة فاصلة النادي الاهلي كان اتأهل الى النهائي بالفوز على فريق وادي دجلة والزمالك بالفوز على فريق الصيد حيث بيتنافس فريق وادي دجلة وفريق نادي الصيد على المركزين الثالث والرابع والمباراة الاولى من البلاي اوف لتحديد برونزية كأس مصر انتهت امس بفوز فريق نادي الصيد بنتيجة تلاتة اتنين ونروح مع حضرتكم لرياضة الاسكواش وبطولة العالم الاسكواش بتشعل المنافسة بين نور الشربيني ونوران جوهر على عرش التصنيف العالمي هي منافة شارثة بالدور بين نوران جوهر لعبة وادي دجلة والمصنفة الاولى عالميا لسيدات الاسكواش ونور الشربيني لعبة سبورتينج والمصنفة السنية عالميا وذلك على قمة التصنيف العالمي بعد بطولة العالم وقبل بطولة العالم للسكواش 2022-2023 اللي هتقام في شيكاغو غدا الأربعاء بتتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي لمدة 57 زبوع متتاني ومع ذلك في 8 مايو الجاري ستعود نور الشربيني إلى قمة التصنيف العالمي للمرة التالتة لتكون ثالث امرأة تجلس على قمة التصنيف في سلاس مناسبات مختلفة وهناك احتمال أن تكون نور الشربيني هي المصنفة رقم واحد في العالم لمدة 7 أيام فقط مع احتمال عودة جوهر إلى القمة يوم الاثنين 15 مايو الجاري حتى لو لم تفز باللقب ورغم سجل الشربيني الحافل خلال الموسم الجاري بعد فزها في 41 لقاء من آخر 42 مباراة خضتها فإن أي شيء أقل من الوصول إلى النهائي في شيكاغو سيشهد عودة نوران جوهر إلى التصنيف الأول عالميا وأخيرا لجنة الإسماعيلي بتؤجل مناقشة ملف تمديد تعاقد أربع لعبين بالفريق قرارت لجنة نادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي تأجيل مناقشة ملف تمديد تعاقد الرباعي محمد الشامي وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد فوزي لاعبي الفريق وده بسبب عدم توفر السيولة المادية اللازمة لإنهاء هذا الملف الشائد قبل نهاية الموسم الجاري في ظل انتهاء تعاقد هؤلاء اللاعبين قريبا وبتنوي لجنة الإسماعيلي عقد جلسات مكسفة مع رباعي الفريق لحسن ملف تمديد تعاقدهم مع نادي فور توفر السيولة المالية وتزديد مستحقتهم المتأخرة لإقناعهم بالاستمرار مع القلعة السفراء خلال المرحلة القادمة ونجح مجلس إدارة الندي الإسماعيلي في إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن المجدي ويتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2027 وذي كانت أبرز أخبارنا في نشرتنا الرياضية انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم